تلوث للمياه وانتشار كبير لحالات الفشل الكلوي هذا هو الحال الذي بدأ عليه قضاء خانقين في محافظة ديالة بعد تحول مشروع ماء القضاء إلى بؤرة تلوث وأمراض وسط اتهم السكان للحكومة والمسؤولين بتجاهل معاناتهم المستمرة منذ سنوات هذا الماء قبل ثلاثة يوم مربعه احنا طلعنا تشالب منها كمئة مليان حشرات طلعنا ومئة المن تحكي المن تقول منو يسمعك المن تقول منو الباشر نحكي منو العقوب باشر النادي منو يسمعك اكو مسؤول يجاقاشون ومشاغلتكم شنية مسألتكم ما حد يجاني ولا حد يعترفيني كل شهر اربع حالات ثلاث حالات مراض فشل كلوي بخانقين جاي صغيروا بسبب الماي النارز كلها تعرفوا بسبب الماي يعني اي مراض جلدي يجي بسبب الماي المسؤولون في مستشفى خانقين كدوا ان هذا التلوث لنهر يعد المزر الوحيد لمياه خانقين ادى الى انتشار امراض كثيرة بين سكان القضاء نحن كطباء نعلم والكل يعلم من المواطنين بمدى قاذورة المياه التي تجهز للمواطنين في منازلهم ونحن من خلال تماسنا بالمرضى المراجعين للعيادات الخاصة والمستشفيات الحكومية هناك امراض كثيرة انتشرت في لونة اخيرة مثل التهاب المجاري البولية والفشل الكلوي هو التلوث اذا الذي حول مياها نهر خانقين الى اللون الاسود المخضر جراء المخلفات والملوثات والحيوانات النافقة فيه ليصبح قاتلاً صامتاً لسكان قضاء باكمله وسط غياب المعالجات الحكومية لهذه الازمة الانسانية والصحية والبيئية اشتركوا في القناة